أجواء من الجدل والخلاف المستمر تسود مكونات هيئة التفاوض السورية آخر الخلافات هذه تجسد بقضية استبدال منصة القاهرة ممثلها في الآيئة واللجنة الدستورية ما أثار جدلا واسعا وخلافات ضمن أروقة الهيئة ووصول تفاصيل هذه الخلافات للمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون مصادر من المعارضة قالت إن هيئة التنسيق الوطنية ومنصة موسكو وعددا من أعضاء منصة القاهرة والتي تندرج ضمن مكونات هيئة التفاوض طلبت المبعوث الدولي بيدرسون برفض أي عملية استبدال لأي من الأعضاء قبل حصول التوافق بين مكونات الهيئة وفي رسالة وجهت للمبعوث الأممي تحدثت المنصات الثلاث عما أسمته تعطيلا من قبل طرف في الهيئة وعقد اجتماعات دون حضور هيئة التنسيق ومنصة موسكو ومنصة القاهرة خلافا للقرار الأممي 2254 مطالبين بيدرسون بالتدخل للحفاظ على وحدة اللجنة الدستورية واستمرارها وفي إشارة إلى عمق هذه الخلافات أكدت مصادر في المعارضة تعليق السعودية عمل موظفي هيئة التفاوض في مقرها بالعاصمة الرياض مع نهاية الشهر الجاري لحين استئناف الهيئة أعمالها على خلفية ما وصفت بالخلافات الحادة بين الكتل السياسية المعارضة المشكلة لهيئة التفاوض كذلك حذر بيدرسون من تدعيات أزمة هيئة التفاوض في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن بيدرسون قال أن ما وصفه بالهدوء الهاش في سوريا ربما ينهار في أي لحظة وأكد في الوقت نفسه على الحاجة إلى ضمان أن تبدأ اللجنة الدستورية في الانتقال من إعداد الإصلاح الدستوري إلى عملية الصياغة وفقا للولاية المنوطة بها وفي الوقت الذي تقرر فيه أن تبدأ عمال الدورة الخامسة لللجنة الدستورية المصغرة في جينيف الأسبوع المقبل وفي ظل غياب ممثلي منصتي القاهرة وموسكو عن اجتماعات اللجنة يتخوف مراقبون من تدعيات ذلك على موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من المعارضة ومن أن يستغل النظام السوري هذه الخلافات في صفوف المعارضة لتعزيز مواقفه